السلام عليكم ومرحبا بكم في حيثة جديدة ودرجة جديدة على كتابة بوانكم نشوف الحيثة اليوم سلسلة رقم 3 من تمارين مجموعة العتية نشوف الحيثة اليوم الخاصية التي تتعلق بالقوى وايضا بالكتابة العلمية نشوف الحيثة في السنوات الفاريطة وفادل الساكيام في جديدة مشاركة لي فهو الى تذكير تمارين الاول عندنا بسط ما يلي عندي ثلاثة أس ثلاثة في خمسة أس ناقص خمسة في واحد عشرين أس اثنان في خمسة أس أربعة كل أس ناقص واحد اول حاجة في ورقة تحريد يلي نعود لكتابة ديال اه اشن بسطة عندي ثلاثة أس ثلاثة خمسة أس ناقص خمسة واحد عشرين أس اثنان وايضا خمسة أس أربعة لكل أس ناقص واحد اول حاجة كندير هو التبسيط التبسيط الاعداد اللي كتمثل الأساسات من اللي كان قصد الأساسات فإن كتابة أ أس أين فإن العدد أ كيمثل الأس بينما العدد أين كيمثليه الأس عشاش كنقوله أ أس أين تبسيط الأساسات يعني كنظر على هذا عدد أ يعني سنكتبه على الشكل جوداء عوامل أولية كما قريته في درس الحساب مبادئ في الحسابيات حال متاع 15 نقدر نكتبه هي ثلاثة في خمسة طبعا لكل أس ناقص خمسة واحد عشرين نقدر نكتبه هي ثلاثة في سبعة الكل أس اثنان في خمسة أس أربعة لكل أس ناقص واحد هذي أول حاجة كندير الثاني حاجة كندير نطبق العلاقات دير القيوة عندي ثلاثة أس ثلاثة غتبقى ثلاثة في خمسة لكل أس ناقص خمسة طبق القاعدين اللي كتقول أ في بي لكل أس أين كتساوي أ أس أين في بي أس أين يعني أن الجداء أساسين لو ما نفس الأس نقدر نفرقهم هذي الحالة كندير قاعدين ثلاثة أس ناقص خمسة في خمسة أس ناقص خمسة في ثلاثة أس اثنان في سبعة أس اثنان هنا قاعدة أخرى اللي كتقول أنه عندي أ أس أين لكل أس أم كساوي أ في أين أس أم يعني أنا نفس الأساس بينما أس دي الأس في هذه الحالة كندربوا الأسين فيما بينهما شو اللي عندي أربعة في ناقص واحد عندي ثلاثة وذبا القاعدة اللي كنتبق ذبا كنحاول نجمع الأداد لنفس الأساسات يعني أنا عندي أ أس أين في بي أس أين أو عفوا في أ أس أم يعني نفس الأساس بينما أسين مختلفين كنقوم نجمع هذك الأسين يعني أنا أ أس أين في أ أس أم قد نكتبها يا أ أس أين زائد أم فإذ الحالة كنحتافظ بالأساس ثلاثة وكن نجمع جميع الأسات اللي الأساس ديالها هو ثلاثة مثلا كين عندي ثلاثة عندي ناقص خمسة عندي زائد اثنان لاحظو كنجمعهم كاملين تسلم ثلاثة ندوزو الخمسة عندي خمسة عندي أس ناقص خمسة وربعة في ناقص واحد هي ناقص أربعة بينما سبعة عندي واحدة عندي سبعة أس اثنان باش نتأكد بأن الحساب اللي ادرت مغلط فيه خصت للمجموع يعني او لا عدد المرات اللي كتبشيها الأس هو عدد الأعداد اللي عدي الفوق مثلا عندي تمسة الأسات يعني ثلاثة زائد جوج زائد واحدة يستة وعمدي الفوق سات الأرقام وكيم قليلا نحسب عندي ثلاثة ناقص خمسة زائد اثنان هي صفر ناقص خمسة ناقص أربعية ناقص تسعة ثم تقع اثنان هنا عندي قاعدة كتبقولي أن عدد أس صفر كيساوي كيساوي لي واحد وبالتالي غادي غتمشي ألي ثلاثة أس صفر تولي واحد وغاتبع لي خمسة أس ناقص تسعة في سبعة أس اثنان ونؤثر نتيجة ديالي مفهم؟ أن شيء كان بأنه واضح وبسيط ليس شيء صحيب كان قواعيد كانت طبقهم لما كانت فيها إبداعات أو بقرية في هذا الشيء بس الجذور المربعة والقيوة ذلك في التبسيط التعبير بي بي عندي هو جذر سبعة عشرين أس ثلاثة في جذر ثلاثة أس ناقص أربعة في جذر اثنان أس ثمانية أس ثلاثة عفوا في واحد على جذر ثلاثة لكل أس أربعة أول حاجة كما قلنا تبسيط الأساسات هنا الأس لدينا سبعة عشرين اللي يمكنك نكتبه ثلاثة 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 بشبه لكم ندير جذر كبير ونفكك سبعة عشرين نفكك لكم ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة اللي يقدر نقول هي ثلاثة أس ثلاثة وبالتالي يدي ثلاثة أس ثلاثة الكل أس ثلاثة في جذر ثلاثة أس ناقص أربعة في جذر اثنان أس ثلاثة في جذر اثنان أس ثلاثة في هناك نقاعدة عندي أن واحد على جذر أولا على أ بصفة عمق نقدر كتبه هو أس ناقص أين كل آل أبقل أس ثلاثة هي آ آس ناقص أين وبالتالي نقدر نكتب بواحدة لشذر ثلاثة وهي الشذر ثلاثة Onun ناقص أربعة هناك تلاحظوا فككنا وبسطنا تشوفوا القيوة مع الجذور كيف ندروا له قاعدت ما أ أس أين في أ أس أم كما قلنا الشرط اللي قبيلة أ أ أس أين في أم يعني أس دي الأس ندرب الأسين بالتالي ما شاتو اللي عندي هي ثلاثة في ثلاثة هي تسعود يعني جذر ثلاثة أس تسعود في جذر ثلاثة أس ناقص أربعة في جذر اثنان أس ثلاثة هنا عندي عندي قاعدة كذلك تقولي بأن جذر أ لكل أس أين نقدر ندير هو جذر أ أس أين طبعا إذا كان لدي أموجب وبالتالي نقدر نكتب جذر ثلاثة أس ناقص أربعة ندخل ناقص أربعة الداخل ودابا نجمع الشي كامل في جذر واحد لأن نقع إذن ذي كذلك نقول بأن جذر أف جذر بي هو جذر أب بي طبعا بحيث أوا بي تعمل أعداد مجابة إذا ندخل جذر كبير إذا ندخل جذر كبير ندخل جذر كامل وهو ثلاثة أس خمسة والذي أعفونا أن أس سعود في ثلاثة أس ناقص أربعة في ثلاثة أس ثلاثة في ثلاثة أس ناقص أربعة ودابا كما درنا قبير الأعداد نحتافظه به نفس الأساس ونجمع المثل الثلاثة الثلاثة أس ناضج على الاخر ستسعة ناقص أربعة ناقص أربعة في ثلاثة أس ثلاثة لهذه كما نقدر نكتبها يبقى لينا نبسط أجيني 3 9-4-4 هي 3-1 في 2-3 اللي هو العدد هذا نقدر نزيد نبسطها إلى بغيته نقدر نكتبها هي جذر 3-2-2-2 وعدنا A-N زائد M هي A-N في A-M وبعدنا نقدر نفرق هذه يعني 3 نكتبها هي A-2-2-2-2-1 ما هي ذلك؟ هنا نعدي 2-2 مع الجذر غطار ما ستبقى؟ ستبقى لي جوج جوج ستخلج برها وعندنا نقوم برها ثم عندي 3 فجوج وهي بعد الحساب أتطيني 2-2-2-2 جذر سيتا أتشيلي كان في التمرين ديانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر